اشتركوا في القناة امام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم بتكريم المبديعين واصحاب الانجازات الوطنية ودعمه المتواصل لبرنامج العقوبات البديلة رؤية ثاقبة لبناء مجتمع مزدهر قائم على التقدير والاصلاح هذه خطوة غير مسبوقة الحقيقة بالنسبة الى البحرين وبالنسبة الى كثير من الدول المجاورة وحتى البعيدة عنها والحقيقة هذه لمسة انسانية كريمة من القيادة الحكيمة تجاه مواطنيها بحيث يعاد تأهيل من ظل عن الطريق واعادته الى طريق الصواب عن طريق التدريب وعن طريق التربية وعن طريق دمجة في المجتمع مرة اخرى ليكون ان شاء الله مواطنا صالحا يخدم مليكه ويخدم وطنه ويخدم مواطني فاحنا سعداء بهذه اللقاءات ودائما نسعد لما نلتقي بجلالة الملك الذي يبوح بكل ما عنده لابناء شعبه والحمد لله منذ ان تسلم جلالته مقاليد الحكم والاصلاح يسير على قدم وساق من خطوة الى خطوة ومن مشروع الى اخر وهذا ديدا صاحب الجلالة هذا يعكس ماذا الاهتمام بالمجتمع بالهوية البحريني اهتمام جلالة الملك اهتمام ولي عهده وحكومة الرشيدة بهذه الفئة التي يجب ان تأخذ دورها في المساهمة في بناء وطنه ان هذا الاهتمام الملكي السامي يشكل حجر الاساس لبناء مجتمع متماسك كما يعزز الابداع والابتكار ويؤمن بمنح الفرص الثانية ويعادة الادماج في المجتمع حقيقة هذه النظام العقوبات البديلة نظام حقيقة عالمي ويشار اليه بالبنان لمملكة البحرين بحكم ان هذه البرنامج يعني افاد الكثير من الناس وخفف بعض الاعباء على جميع فئات المجتمع وهذه حقيقة النظام النظام العقوبات البديلة له دور ايجابي في المجتمع بالنسبة للتعليم والصحة وقيرها من الامور مشروع جلالة الملك والتنسيق مع وزارة الداخلية حول مشروع العقوبات البديلة هو مشروع طبعا يطرح للسماحة والعدالة وتجاوب المجتمع وتجالسهم بعضهم بعض وهذه مما يعكس على حب الوطن تكريم مبعادة قريبة على سيدي حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وهو يعني دائما يحرص على تكريم المواطن المجدين والمجتهدين وأصحاب الأفكار الطيبة والغيمة وأصحاب التأليف وأصحاب المهن الجيدة فهذه الشيء مبغرب على جلالة الملك وإحنا طبعا سعدنا اليوم بتواجدنا في المكان الطيب وبلقائنا معاكم على أساس أننا نعبر عن مشاعرنا بهالمناسبة هذه كما إن للعاملين في نظام العقوبات البديلة دور محوري وفائل في تحقيق الأهداف الإنسانية للنظام من خلال متابعة الحالات وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين لذلك جاء تكريمهم من قبل جلالة الملك المعظم دعما لمجتمع قائم على الابتكار والعدالة والإنسانية في البداية نرفع أسماء آيات الولاء والشكر والأمتنان لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل بلاد المعظم الله يطبو العمرة وهذا التكريم ما هو اللي يعكس حرصها الله يطبو العمرة في ما يتعلق بالمشروع الإصلاحي وخصوصا مشروع العقوبات البديلة والسجول المفتوحة ولله الحمد يعني شفنا النتائج وشفنا الإنجازات اللي حققها هذا المشروع على المستوى العالمي ولله الحمد هذه طبعا خطوة متميزة وأيضا هذا المشروع متميز حقق إنجازات على المستوى العالمي طبعا فضل من الله سبحانه وتعالى أصبحت مملكة البحرين بعهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم نموذج راسخ في مجال حقوق الإنسان من خلال المشاريع والمبادرات اللي تم أطلاقها ومنها برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة هذه تقدير جدا كبير حق ضباط العقوبات البديلة وتقدير جدا كبير حق وزارة الداخلية تحديدا اليوم أقدر أقول أن المملكة البحرين عندها التطبيق الأول على مستوى الوطن العربي لبرنامج السجون المفتوحة وبرامج العقوبات البديلة المختلفة وعندنا ما يقارب 8000 مستفيد من العقوبات البديلة كلهم الآن مستقرين في المجتمع عندهم حياة مستقرة تمنعهم أيضا من ارتكاب الجرائم في المستقبل يعتبر برنامج العقوبات البديلة خطوة جريئة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية فهو يسعى إلى إعادة تأهيل المحكومين إلى المجتمع مما يعزز من استقرار المجتمع ويمنح مملكة البحرين مكانة مميزة على صعيد حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإصلاحية إن تكريم القائمين على نظام العقوبات البديلة يأتي تتويجا لجهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لسنوات طويلة أتاحت للنزلاء والمحكمين الفرصة لتصحيح أخطائهم والعودة للانخراط في المجتمع عبدالله الحسيني لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر